بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم 30 لمجلس الوزراء الموافق الثلاثاء 25 تموز عام 2023 قرر مجلس الوزراء الموافقته على مشروع قانون العطل الرسمية وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع مراعاة ما يأتي 1- إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق المأخوذ في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتأريخ 14 آذار عام 2017 بشأن مشروع قانون العطل الرسمية 2- إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2018 بشأن تعديل مشروع قانون العطل الرسمية وفي إطار الجهد الحكومي لتأمين الأمن الغذاء للمواطنين قرر مجلس الوزراء تخصيصه وزارة المالية مبلغ 1 تريليون دينار لشراء مفردات البطاقة التموينية ومبلغ 1.790.837.000 دينار لتزديد مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشلب لموسم عام 2023 بحسب المادة 60 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفي مجال الطاقة قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 23.057 لسنة 2023 بشأن شط ديون الأمانات الضريبية المترتبة بدمة وزارة الكهرباء عن عقد شركة STX الكورية الجنوبية بحسب الآتي التنازل عن حق الحكومة الاتحادية بشأن استقطاع مبلغ الأمانات الضريبية المترتبة بدمة وزارة الكهرباء المتحققة عن تنفيذ العقد رقم 40 لمصلحة الوزارة البالغ 14.344.675 دولار استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل عن طريق تأمين المبلغ من تخصيصات صيانة المحطات الكهربائية المرصودة ضمن موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2023 والمخصص لشركتي سينز وجنرال أليكتريك على أن يسدد للهيئة العامة للضرائب كما قرر مجلس الوزراء إقراره توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23.058 لسنة 2023 بشأن مشروعات الطاقة الشمسية بحسب الآتي تعديل الفقر الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 312 لسنة 2021 المتضمن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 100 لسنة 2021 بشأن تقرير الطاقة المتجددة لتصبح بحسب الآتي تولي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والحكومات المحلية كافة تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة على وفق قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ليكون عقد إيجار تلك المحطة مع وزارة الكهرباء وليس مع الجهة المالكة للأرض بحسب ما جاء في كتاب وزارة الكهرباء على أن تؤول مبالغ الإيجار المستوفات من وزارة الكهرباء إلى الجهة المالكة للأرض كما قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23114 بشأن إلغاء اتفاقية التزام العراق لدى مرفق كوفاكس حول المتبقي من لقاحات جائحة كورونا بحسب الآتي الموافقة على إلغاء اتفاقية الالتزام الخاصة بالعراق مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة جي أي ذي آي بحسب طلب وزارة الصحة كونها الجهة الفنية المختصة بهذا الموضوع بعد الوقوف على إجراءات وزارة الخارجية بهذا الشأن وبشأن شمول الشركات الأجنبية المنفذة للمشاريع التنموية بالإعفاء من الضرائب تقرر تعديل القرار التشريعي سبعمية وسبعة وستين لسنة الف وتسعمية وسبعة وثمانين ويتولى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التنسيق مع وزارة التخطيط لتقديم مقترح لتحديد مشاريع التنمية المذكورة في القرار المذكور آنفاً ويضاف رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عامل هيئة العامة للضرائب في تحديد ما جاء آنفاً قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض والرسائل المتبادلة والمذكرات الخطية ومحظر المناقشات وشروط التمويل لمشروع تطوير مصف البصرة ضمن القرض الخامس وحدة التكسير بالعامل المساعد أف سي سي استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين وفي إطار العلاقات الخارجية قرر مجلس الوزراء الموافقة على نفاذ مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن الإعفاء من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية جوازات الخدمة والخاصة الموقع في العاصمة بغداد بتأريخ خمسة حزيران عام الفين وثلاثة وعشرين استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم ميتين وخمسة وأربعين لسنة الفين واثنين وعشرين شريطة تعديل مذكرة التفاهم موضوع البحث لتتضمن الصيغة المشار إليها في قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً والتي نصت على يُعفى مواطنوك للطرفين المتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة النافذة من طلب الحصول على تأشيرة الدخول والخروج أو المرور عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر والإقامة فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تأريخ دخولهم وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب على وفق أحكام الدستور شكراً شكراً